اشتركوا في القناة ياريت تمشوا على الخطوات دي لو انتوا حتى تحبين تغيروا الباسورد بتاعكم او فتحينه على اجهزة بقالكم فترة كتيرة ومش بتستعملوها اول حاجة ندخل على جوجل وهندوس على الحرف بتاع الايميل اللي فوق ده ونختار ادارة حسابك على جوجل ده الايميل اللي انا هشتغل عليه هنا لو احنا عايزين نأمن حسابنا وان احنا فتحين الايميل بتاعنا من على تليفون اي حد حتى لو اصحابنا او حد من اخواتنا وعايزين نشيل الايميل ده او نعمل تسجيل خروج هنا بيبين الاجهزة هنا فحص الامان بيبين الاجهزة اللي مفتوح منها الايميل ده انا فعلا فتحي من التليفون ده بس انا مش هلغيه تمام لو احنا عايزين نلغيه هنعمل ايه هندوس انا مسلا هو السامسونج جالاكسي ده التليفون التاني انا هعمل كده تلات نوعات دول هعمل تسجيل خروج يبقى لو اي حد فاتح ايميله من عند اي حق من حد تاني او شاكك ان الايميل بتاعه بيت سرق مثلا هيروح عامل تسجيل خروج على طول هنا بقى لو انا الايميل بتاعي مش راضي يفتح وعايز افتحه من على التليفون انا رابطه برقم تليفوني هو لازم هو مش لازم هو مش الافضل لازم ان هو الايميل يبقى مربوط برقم التليفون بالذات لو ايميل مهم جدا وعليه حاجات مهمة سواء شغل قناة موقع اي حاجة لازم يبقى مربوط برقم التليفون تماما انا طبعا مش هعمل برضو الخطوة دي بصوا انا حطى رقم التليفون على طول في كل حاجة هنا لو احنا الاجهزة مسلا انا طبعا الفيديو ده انصورته بكيه بس اتمسح عملت تسجيل خروج من الاجهزة دي اثنين كمبيوتر والتليفون اه وهنا دخلت على دخلت في الفترة الاخيرة يعني الايميل بتاعي على التليفون ده طبعا لو حد لاقي ان الايميل بتاعه جاي بالصفحة دي ولقى الايميل بتاعه داخل على تليفون مش تابعه او داخل على مكان هو ما دخلوش هيقوم هعمل الصفحة دي هتجيله ويقوم مغير كلمة المروف انا هرجع تاني بالصفحة وهواريها لكم الحتة تانية الامان اهو دي مراجعة الاجراءات اللي هو اللي انا عملتها في الايميل يعني اهو تم تسجيل خروج تم تسجيل خروج اهي دنيا كلها بتبقى موجودة على الجيميل يعني وهنا لما دخلت عملت تسجيل دخول الايميل على تليفون تاني انا الامييل دا مش رابطه بالتليفون انا اهو حط الرقم بس مش رابطه انه يفتح بالااا يعني بيجي دي رسالة كده لو انا فتحته منه على تليفون تاني بيجي لرسالة ان انا اقبل ان الحد ده يفتح ولا لأ. انا مش عاملة على الايميل ده لان هو مش ايميل مهم يعني. انا ببقى عاملة على الايميلات المهمة اللي فيه حاجات انا خايفة عليها يعني شغلي. بس ده الحاجات الخاصة بالامان وهنا لو المعلومات الشخصية حابين نحط صورة الايميل وهنا الاسم نغيره الى عنوان والدنيا كلها التفاصيل. اتمنى لو انتو عايزين اي حاجة تانية تسيبهولي في الكومنتات لو حابين اعملها لكم فيديو واصورها لكم. ويا رب ما كونش طولت عليكم في الفيديو وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. سابنوني فيديو جيد. السلام عليكم. اشتركوا في القناة